اشتركوا في القناة ونوه سموه بما تحظى به الكوادر الوطنية من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالاء الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إيمانا بدورهم الفاعل في مواصلة مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تبني وتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز البيئة الملائمة لتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام أبناء الوطن وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أفاق جديدة من التعاون بما يحقق الأهداف المنشودة جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل تمكين للربع الثاني من العام 2024 الذي جرى من خلاله استعراض أبرز المنجزات التي حققها الصندوق خلال النصف الأول من العام إلى جانب أبرز المستجدات المتعلقة بالمبادرات وبرامج الدعم في ضوء الأولويات والاستراتيجيات للصندوق العام الجاري والتي تتوافق مع الخطة الوطنية لتطوير سوق العمل خلال الاجتماع عرضت السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أبرز إنجازات الصندوق التي تحققت وفقا لمؤشرات الأداء الرئيسة للعام 2024 منوهة بالجهود المتواصلة لإنجاز الأهداف المحددة للعام وهو ما يعكس التزام تمكين بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لدعم الكوادر الوطنية والقطاع الخاص في المملكة وقد تم دعم أكثر من 8800 بحريني من الداخلين الجدد لسوق العمل من خلال برامج دعم التوظيف كما تجاوز عدد البحرينيين الذين تم دعم تطورهم الوظيفي 12 ألف بحريني في حين تم دعم ما يفوق 5000 مؤسسة من خلال برامج دعم المؤسسات وشكلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من نسبته 57% من إجمال المؤسسات الحاصلة على الدعم وتضمن العرض شرحا تفصيليا لعدد من المؤسسات التي تمكنت من توظيف ودعم تمكين في تحقيق أهدافها التلموية من خلال توظيف الكوادر الوطنية ودعم وترقيتها وتطورها الوظيفي إلى جانب الاستثمار في الحلول المبتكرة بما يعزز من إنتاجيتها وتطور أعمالها جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك بين صندوق العمل والمجلس الأعلى للصحة لإطلاق أكبر حزمة من المبادرات والبرامج الرامية لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصحي والتي تستهدف دعم أكثر من 700 بحريني في القطاع من الأطباء والممرضين البحرينيين من خلال خمس مبادرات مختلفة كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على أبرز الخطط التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة بما يسهم في تعزيز الأثر المرجوع من الدعم وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لهذا العام والمرتكزة على ثلاثة محاور تتضمن رفع وتيرة إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعية للتوظيف بالإضافة إلى التوسع في دعم التطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص وتنميته من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتبني التكنولوجيا بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام